اشتركوا في القناة ووفقا لهذا القرار فانه تطبق سياسة العمل من المنزل بنسبة 70% بالنسبة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بتلك المؤسسات وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية الالتزام بجميع القرارات الصادرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وضرورة استمرار أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بتطبيق جميع الإجراءات والتعليمات الاحترازية بما في ذلك الاستمرار في تعقيم مقرات العمل وتطبيق التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة